قامت القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس المزراء بتقديم الخدمات الطبية إلى 1198 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان في قرية كفر صنباط بمركز زفتة كما تم خلال القافلة زراعة 50 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة إضافة إلى محو أمية 15 مواطناً كما شهدت القافلة محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ